اهلا بحضراتكم من جديد بس هو النية موجودة ان يخلي المرتبط يختار موسم او يختار سن معين يكون مرتبط مع فريق الدرجة الاولى زي ما كرة السلة بتعمل وكرة 3 فريقنا الكبير كان عنده مباراة مع بانها والحمد لله استطاع انه يفوز 3 واحد الجميل في المباراة نكابت المحمد مصالح ميديو شارك كل اللاعبين كالعاد لان المباراة مش على مستوى كبير عندنا الاجانب شاركو المباراة اللي فاتت ولكن هو بيدور ان يعمل روتيشن جيد عشان يخش بسكواد كامل على الادوار الاعلى من كده المتشكت خلصت الاشواط خلصت ازاي 25-14-25-12-25-12 وكمان المرتبط فاز بنفس النتيجة ايضا 3 صف الجميل انه هو المراضي كابت المحمد مصالحي شارك اللاعب عبدالله اسامة هو من اللاعبين الناشئين وبيلعب في مركز 3 اللي هو اصلا ممتلق باللعبين الخبرة امثال عبو ودولة وغيره يعني اصلا اقول انه لهذا المركز فيها الكثير من اللاعبين ولكن شارك او اشرك عبدالله اسامة في هذا المركز عشان يدوله فرصة كلاعب ناشئ في رئيسنا دلوقتي مع 18 نقطة من الفوس في كل المتشاط وده لحسب بنها رايح جاي مصر بترول الترسان اسكندريلا بترول وبتروجي المباراة اللي جاي ان شاء الله هتكون على ملعبنا الملعب الامير عبدالله الفيصل بمقر نادي القلب الجزيرة مع نادي مصر بترول هتبقى يوم السبت اللي جاي بإذن الله في الحالة دي احنا ماشيين كويس الحمد لله كل مباراةنا تلاتة صف يعني اتصور ان شاء الله انه هيبتدي الجد شوية مع الدور اللي بعد كده بعد ما يتأهل من المجموعة دي تلات فرق المجموعة ستة هيتأهل منها تلات فرق بشكل كبير اهلي بتروجيت ترسانة هيبقى الشكل ده المجموعة يعني طبعا مع الاحترام بكل الفرق اللي موجودة ولكن النتائج بتقول كده الترسانة كسبت بتروجيت في مجموعتنا طبعا كانت في المفاجأة الاهلي كسبت كل يعني الدنيا كلها بتلعب بين الفرق التلاتة دول هي هتبقى بأنا تصور الترتيب هيكون كده الاهلي وبتروجيت وترسانة حتى بعد فوز الترسانة ممكن بتروجيت ترجع تكسب تاني ويحسم المركز التاني طب هنطلع نلعب ايه هبقى فيه تلات فرق جايين من المجموعة اللي قصدنا ونطلع نلعب تاني مجموعة بس هتبقى أقوى اللي انت بتلعب بقى مع أول وتاني بس مش هتلعب الفرق اللي انت طلعت معاه يعني مش هتلعب الترسانة تاني مش هتلعب توجد تاني هتلعب التلات فرق اللي جاهل لك من ناحية التاني وبعد كده يبقى فيه تآهل بقى للأدوار البلاي اوف اللي هتتلعب السنة دي اللي هي هتبقى عبارة عن طبعا الأول بلعب التامن والتاني بلعب زي ما حضركم حفظتم معنا في السلة زي ما انتم شايفين في الكرة الطائرة بدأ يطبقوا نفس النظام أتمنى ان شاء الله النادي الأهل السنة دي يحسم الدور والكأس لفرق الحقيقة بالشكل ده بالاستعداد ده بالدعم ده ان شاء الله ينقصها التوفيق وبإذن الله نفوز بالبطول تلات بطولات والمناسبة النهاردة نترى ما فتحنا الكرة الطائرة النادي الأهلي أو مش مصر مش النادي الأهلي مصر كلامي واضح مصر أو الاتحاد المصري لكرة الطائرة استطاع ان هو يفوز باستضافة بطولة أفريقيا للرجال والسيدات للكرة الطائرة للأندية وهتتلع في شهر مايو انا قريت النهاردة الخبر ده فقلت برضه قولوا لحضراتكم البطولة أفريقيا للأندية هكون في مصر طبعا الاتحاد المصري بيأخذها وبعد كده بيخاطب الأندية ده السيكونس الاتحاد الأفريقي بيخاطب ارتحادات الأهلية ناشنال فيدريشن ويسألهم انتم عايزين مين الاستحاد اللي عايز يستضيف البطولة فالاتحاد اللي عايز بيرفعي يقول طب اتفضل انا عايز استضيف طب انت هتاخد البطولة يبتدي الاتحاد يشوف تعالوا يا أندية مين يحب يستضيف البطولة في حالة فيما فيش نهادي عايز يستضيفها باتحاد الطائرة بيستضيف البطولة ومين نظمها يعني الموضوع في مصر مش هيخرج برة مصر واتصور ان البطولة دي هتبقى قوية ليه لان في الحالة دي هيشارك ثلاث فرق من مصر دايما تعودنا لما بيبقى فيه بطولة في مصر بتبقى التكلفة أقل على فرق كتير بيبقى التكلفة والمشاركة والسفر والكلام ده أقل ففرق كتيرة بتشارك كان يمكن اخيرها شوفنا حتى مشاركة سموح اللي فاس من مركز الرابع لما افتكر كان من ثلاث سنين ولا حاجة من مركز الثالث يعني اصدق لكم ان فيه فرق بتشارك فده بالمناسبة يعني مع خبر الكرة الطائرة فان شاء الله الرجال والسيدات ثلاثة من ثلاثة النهاردة ان شاء الله السنة دي ناسه دوري وكأس وأفريقيا نتمنى ست بطولات ورجال وسيدات يخشوا ان شاء الله قلعة النادي الأهلي هذا الموسم